السلام عليكم نواصل حديثنا عن عمليات التجفيف ونتكلم الآن عن مبدأ هام جدا هو ما هي الميكانيزم كيف تعمل ماذا يحدث في عمليات التجفيف إذا تعرضت مادة صلبة تحتوي على موائشة لدراي إير أو خلونا نقول لإير لدينا ثلاث سيناريوهات يمكن أن تحدث يمكن أن تنتقل الرطوبة من المادة الصلبة إلى الهواء ويمكن أن في هذه الحالة يكون لدينا دراين وأيضا يمكن أن تنتقل الرطوبة من الهواء إلى المادة الصلبة وفي هذه الحالة لدينا عملية هوميديفيكيشن وهي عملية ترطيب والحالة الأخيرة وهي عدم حدوث أي شيء إطلاق طيب ما الفرق بينهما؟ في الحالة الأولى في الدراين إذا كانت نسبة الرطوبة في الهواء أقل من تلك في المادة الصلبة تحدث عملية التجفيف بانتقال الرطوبة إلى الهواء الجاف أما إن كانت نسبة الرطوبة في الهواء أعلى من تلك في المادة الصلبة تحدث عملية الترطيب والحالة الأخيرة هي حالة الاتزام وهذه هي الشروط الهامة جدا عند درجة حرارة محددة يأما حدثت عملية لص للرطوبة من المادة الصلبة أو حدثت عملية اكتساب وتستمر عملية الفقدان أو الاكتساب إلى أن نصل إلى مرحلة الإكليبريم كل مادة لها إكليبريم بوينت خاص بها فنجد مثلاً اللذر له سلوك يختلف من القطن عند تجفيفه إذا نظرنا إلى الرطوبة نفسها نجد بإننا يمكن أن نصنف الرطوبة إلى نوعين الرطوبة الباوند مويسشر والفري مويسشر في حالة الباوند مويسشر يكون لدينا الرطوبة محجوزة فمثلاً السفنج على سبيل المثال نجد بإنه يحتوي على مسامات داخلية هذه المسامات قد تحتوي على قدر من الرطوبة هذا النوع من الرطوبة هذا النوع من الرطوبة نسميه الباوند مويسشر النوع الثاني هو الفري مويسشر وهي الإكسس إكليبريم مويسشر كونتن هذا النوع من الرطوبة بيكون بصورة عامة في السطح الخارجي للمواد هناك بعض مواد لها القدرة على حجز الرطوبة في الداخل وتسمى هذه المواد بالهايغروسكوبيك ماتيريال أي لها إلفة لامتزاز الرطوبة من الإنفايرومنت والاحتفاظ بها هذه المواد يصعب تجفيفها بالطرق العادية وحنشوف تفاصيلها في المحاضرات القادمة إن شاء الله